بلال دخل على أسلم مولى عمر من أسلم هذا خادم أو مولى عند عمر أمير المؤمنين عمر قال بلال يا أسلم كيف أمير المؤمنين إذا غضب كيف شكله أسلم قال والله يا بلال إذا غضب أمير المؤمنين لا يوصف يقول ما يمكن وصفه فكيف أصفه لك ما يمكن وصف أمنه من عمر إلى غضب قال بلال كلا والله يا أسلم والله لأن رأيته في أشد غضبه لأتلون عليه آيات من كتاب الله فليتملم الأمامي كالعصور المذبوح يعرفون أنهم وقفون عند كتاب الله هذا الوقاف عند كتاب الله يسجر يستغفر ويجلس وينتهي هذه العلامة من علامات تعظيمك لله أبو سفيان بن الحارث ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم كان شديد الأذى برسول الله آذى رسول الله بلسانه ويده فلما جاء فتح مكة أراد أن يسلم أبو سفيان لكن رسول الله سلم لم ينسى إيذاءه فبقي فيه قبو سلم منه الشيء الكثير فكان أبو سفيان يأتي يقول يا رسول الله أريد أن أسلم فيعرض عنه رسول الله سلم يأتي عن يمينه فيعرض عنه يأتي عن شماله فيعرض عنه ويقول يا رسول الله أسلم ويعرض عنه القلب مليء فاقت عليه الأرض جاءت أم سلمة قالت يا رسول الله لا يكن ابن عمك أشقى الناس بك اقبله ولم يقبله تصور إلى هذا الحد رسول الله سلم يؤرض عنه أبو سفيان بالحر ضاقت عليه الأرض ذهب إلى علي رضي الله عنه قال يا ابن عم أخرجني مما أنا فيه ماذا قال علي يا أخوان قال يا أبا سفيان والله لا أعلم كلاما يخضع رسول الله إلا كلام الله لا أصطاد ولا فلان ولا فلانا يعرفون يعرفون الوقافين عند آيات الله قال أبو سفيان دلني فأعطاه عم علي خطة قال اسمع إذا أتيت قبالة وجه رسول الله سلم فاعتذر له اعتذار إخوتي يوسف ليوسف وانظر بماذا يرجع فجاء أبو سفيان إلى رسول الله سلم فقال كالله لقد آثرك الله علينا وإن كنا لخاطئ رق جسده صلى الله عليه وسلم ولا نعظمه وقال لا تثريب عليكم ليغفر الله لكم هكذا الوقافون عند آيات الله رص وشو للواسطات والشفاعات يقول علي والله لا أرى شيء يخضعه إلا كلام الله ما في كلام أحسن من كلام الله له الآن فعلمه ماذا يقول يقول علي وانظر بماذا يرجع فقال لا تثريب عليكم اليوم يغفر الله لكم خلاص وش يقوش نعم يا أخوان فالوقفون عند آيات الله هم المعظمون لله حقيقة هم المعظمون أما كانت عند أحد السلف تخدم فجاءت بإناء فيه حار إناء طعام فسقط منها فانكب على ردنه فخلع قلبها مسكينة يقول ما فيها ما يحملها إلا رجليها من الخوف تقول فأجر الله على لساني قلت سيدي يقول الله عز وجل والكاظ من الغيب قال كظمت غيب قالت والعافين عن الناس قال عفوت عنك قالت والله يحب المحسنين قال وأنت حرة لوجه الله يقول عند هذا أحد السلف يقول تجمعت فيه درجات العفو الثلاث أول والكاظ من الغيب كظم الغيب هذه الدرجة وحدة بعض الناس يمكن يكلم غيبها لكن ما تدري هل عافى عنك ولا لا واضح ما أظهر لي فيه قال بس كظم هذه درجة اللي أعلم منها والعافين عن الناس يخبره بأنه أعفى عنك وسامحك ولا أعلم منها والله يحب المحسنين يهديه هدية تخطي عليه وأهديك هذا العفو فكانت جمعة لهذا الرجل الصالح الحموة الله فكانوا وقفين عند كتاب الله سبحانه وتعالى هنا تكون عظمة يا أخوان عظمة عظمة الله سبحانه وتعالى عظمة 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 جايourcing